بسم الله الرحمن الرحيم بعد اما عرفنا مع بعض في الجزء اللي فات زي ان احنا نحول الانظمة الى جداول وعرفنا ان احنا هنمشى على كل الجداول بنفس السيستم ده طيب لوقتي في الجزء السادس عندنا عاوزين نعرف ازاي ان احنا نربط الجداول دي بعلاقات لو نفتكر مع بعض العلاقات اللي هي 1-2-1 ή 1-2-1 اا اللي احنا شرحناها في القسم الخاص بكواعد البيانات وبعد كده هنعرف ازاي ان احنا نربط الانزمة الفراعية ببعض. طبعا الكلام كله هيبقى عبارة عن كلام عام. مش هنخش في تفاصيل غير لما نخش في الشغل الفعلي بتاعنا. طيب هنكمل على نفس النظام او نفس التحليل اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده. احنا وصلنا عندنا ان احنا اخدنا جدول بيانات العمله. وعملنا بالشكل ده. وقلنا ان حسابات العمله مبنية على بيانات العمله. فهنحاول ان احنا نطلع البيانات اللي هتبقى موجودة في حسابات العمله. طلعها بره كده. اولا عندي هيبقى رقم العملية. طبعا اي حاجة بس خلينا متفقين. اي حاجة هتتسجل في الداتا بيز لازم يكون لها رقم تسلسل. يعني رقم عاملة البيئة. رقم عاملة الشراء. رقم الحسابات دي. يعني العملية دي رقم مية رقم متين وهكذا. رقم اتنين. عندنا رقم العميل نفسه. اللي هو رقم العميل اللي ليه فلوس او عليه فلوس. تمام? نخلينا دلوقتي نتكلم في العمل اللي هم عليهم فلوس. فدلوقتي هنقول ايه? اللي بعد كده المبلغ. يعني رقم العملية واحد. رقم العميل مسلا تلاتة. يعني العميل رقم تلاتة عليه مية. مية جنيه او مية ريال على حسب العمر. فعندنا رقم العملية. رقم العميل. المبلغ. تاريخ العملية. او تاريخ الفاتورة بمعنى صح. او تاريخ اللي هو اليوم اللي هو اشترى مني فيه او ليه اجل عندي. بعد كده فيه تاريخ الاستحقاك. اللي هو المفروض هيرجعلي الفلوس بتاعتي دي. امتى طبعا انا ممكن ازود بيانات تانية. ممكن اعمل حق لزيادة اسم الملاحظات. هنمشي بنفس الطريقة ان انا هكتب هنا نوع البيانات عندي هنا انت وهنا انت وهنا فرشار وايهو الكلام ده كله. بنفس الطريقة دي. بعد كده نبدأ ان احنا نخش في ونحول الكلام ده الى جدول. نرجع تاني لقاعدة البيانات هندوس كليك يمين عشان نعمل جدول جديد. الجدول اللي عندنا مسلا احنا قلنا اول حقل هيبقى اسمه اللي هو رقم العملية فهنسمي تاني حقل عندنا عشان نعمل بنفس الترتيب عندنا رقم العميل. هنقول اللي هو يعني بعد كده عندنا المبلغ هنقول بعد كده موجود عندنا تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق. تاريخ الفاتورة هنقول اردر اندرسكور ديت. لازم اسمي مسميات واضحة وامشي على نفس الاسلوب بتاعي. بعد كده عندنا في اللي هو التاريخ التسكير او تاريخ الاستحقاق. لما المفروض هيرجع الفلوس دي امتن. وبعد كده ممكن نعمل حقل في الاخر اللي هو او الملاحظات. ربعا الملاحظات دي عندها تبقى اني فرشار لانها نصية. اكبرها كده براحتي. بعد كده عندنا فيه آآ تاريخ العملية ورقم العملية والتاريخ اللي استحقاق. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان النوع ان النوع عندي بتاع التاريخ اسمي ديت. بس انا في الواقع عندي ما بنعملش التاريخ ديت. بنعمله ان برشار. بناخده على انه نص. طيب ليه بناخده على انه نص? هنعرف لما نخش في البرمجة الحتة دي مهم. ولكن انا عاوزك تعرفه دلوقتي ان آآ ان انا عندي مسلا في كل ويندوز او في كل برنامج عندي هلاقي التاريخ اللي بيكون موجود تحت في الحتة دي. والله يا واحد ممكن يكون مكتوب عنده مسلا واحد واحد الفين وتمانتاشر. في واحد تاني او مسلا واحد اتنين الفين وتمانتاشر. اليوم الاول وبعد كده الشهر وبعد كده السنة. في واحد تالت بيكون مكتوب عنده اتنين واحد الفين وتمانتاشر. يعني الشهر بعد كده السنة او بمعنى صح كل تاريخ. كل ويندوز او كل جهاز بيكون لي تنصيق تاريخ مختلف. فانا ازاي يعني اخلي مهما كان تنصيق التاريخ ده. ما يقصرش عندي على الشغل بتاعي في الداتا بس. فعشان كده احنا بنلجأ لحركة دي ان احنا بنخلي نوع البيانات عندنا هنا وفي حيلة كده بنعملها اسناء البرمجة بحيس ان احنا ناخد ده ونحوله الى تاريخ ونتعامل معاها في البرنامج بتاعنا. طيب هنكمل والكلام ده كل يعني ما تشغلش دمارك بالوقتي هنشوفه اكتر بالتفصيل لما نيجي في البرمجة البرنامج نفسه. طبعا موني اللي هي الفلوس. الفلوس او اي حاجة فيها كسور قلنا بنتعامل بريل. طبعا انت لازم يكون انت. وهنا عندنا طبعا انت لانه بياخد بيانات رقمية واحد اتنين تلاتة وكزا. هنا هندوس ونعمل ده لانه مش هيتكرر رقم العاملية مش هيتكرر. هنسايف هنسميها اللي هي الفلوس اللي على العملة او الحسابات بتاعته. طيب. دلوقتي عاوزين نربط الجداول ببعض. احنا اتفقنا قبل كده. ان حسابات العملة مبنية على بيانات العملة. وخدنا قبل كده في القسم بتاعت ده تبزء العلاقات بتاعت الجداول بتاعتي. تمام? نعمل هنا الفلوس. العلاقة اللي هي وانتو مني لو نفتكر اللي احنا قلنا دي اكتر علاقة هنستخدمها. دلوقتي عاوزين نعمل العلاقة بين جدولين دول عندي الجدول ده اهو. في بيانات العملة. طيب كل عميل ممكن يكون لي اكتر من حساب. يعني العميل ده ممكن يكون عليه النهاردة ميتة ريال. بكرة ممكن يكون على ميتين ريال. بعد ممكن يكون على ميتين ريال. يعني هو هيبقى عميل واحد ولكن بيتكرر هنا. عشان كده ما عملناش دي برايماركي. طب هنربطهم ببعض. اللي مش فاهم احنا بنقولي او مش فاهم يعني ايه ربط الجداول وبعض. يراجع القسم بتاع الداتابيس داني. هنيجي على الداتابيس ده يا جرام عشان نعمل العلاقة. وندوس هنا على عيس. بيقولي ايه هي الجداول اللي انت عاوز تعمل على علاقة هختار الجدولين بتوها واختار ادد. هنا والله انا عاوز اعمل علاقة بين وقاست اي ده. علاقة طبعا هنفهمنا الكلام ده كله قبل كده بالتفصيل. وعرفنا هنا لازم نعمل دي عشان اي تأثير يحصل في الجدول الرئيسي يحصل في الجدول الفرح. حتى هنا هو جايب للعلاقة هنا وان. المفتاح ده يعني يعني وان. والعلامة دي كده اللي هي علامة يعني او عدد لها نهائي من الهقول. هدوس على هسايف العلاقة كده انا عملت علاقة بين اول جدولين عندي. طبعا المفروض يعني زي ما احنا فهمنا ان انا دلوقتي طبقت العلاقة دي على الانزمة فرعية ده وده طبعا المفروض هيبقى فيه بقية الانزمة الرئيسية هيبقى فيها تتعامل بنفس المعاملة دي. طب نجح نجرب ندخل بيانات كده عشان نشوف فعلا الكلام ده صح ولا لا. اولا هجب جدول ودخل مسلا واحد اسمه محمد ندخل شوية بيانات كده. طب دخلنا شوية بيانات عمله ندخل عمليات حسابات عندي رقم العملية مثلا العملية رقم واحد. بالكاستمر ايدي ندخل تلاتة كده هيقول لي فيه مشكلة. ليه لان انا ما عنديش اصلا هو العمل اللي عندي واحد واثنين. ما عنديش تلاتة ده هو الددولين مربوطين ببعض. فهقول له مسلا عميل رقم اتنين عليه. مية مسلا. اللي هو التاريخ بتاعي مسلا الاول واحد واحد الفين وطمانتاشر. تاريخ الاستحقاك مثلا واحد تلاتة الفين وطمانتاشر. ملاحظات هنا اكتب اي ملاحظة انا عاوزها. فاصبح عندي انا هنا كده عملية عرفت ان العميل رقم اتنين. اللي هو اسم محمد عليه مبلغ مية ميت جنيه او ميت ريال. وتاريخ العملية اللي هو عملها دي يوم واحد واحد ارسم تاريخ الاستحقاك اللي هو هيرجع لفئة الفلوس يوم واحد تلات. وهنا نوتس اللي انا عاوز اكتب اي ملاحظة طبعا الكلام كله بيكون يعني بنفس الطريقة دي فانا والله دلوقتي ربطت جدولين ببعض طيب نتكلم على الشق التاني من الفيديو بتاعنا وهو ربط الانزمة الفراعية ببعض دلوقتي انا كده خلاص ربط جدول بجدول عاوز بقى اربط انزمة بانزمة بنفس الاسلوب ده بنفس الطريقة دي انا اتفقنا مثلا للنزام عندنا زي المبيعات المبيعات بيكون مؤتمد على المنتجات او الادوية ومعتمد على العملة ومعتمد على الموردين تمام فانا والله عملت خلاص العملة بالانزمة اللي جواها خلاص بنفس الطريقة دي بعد كده عملت المنتجات بنفس الطريقة دي بعد كده عملت الموردين بنفس طريقة العملة بالزبط اللي طبقت هنا هو اللي طبق هنا بقدر بقى ان انا اربط الادوية والعملة والموردين مع المبيعات في علاقة ميني تو ميني لو نفتكر لما احنا شرحنا مع بعض العلاقة الميني تو ميني فانا ببدأ اربطها فهلاقي الناتج عندي في الاخر ايه? هلاقي الناتج عندي حاجة زي دي كده. بس طبعا هتبقى بشكل اكبر شوية. طبعا احنا فهمنا مع بعض. ايه الفايدة ان انا لما اربط جدولين مع بعض زي كده? وايه فايدة علاقة وان تو ميني وميني تو ميني وكلام ده كله. فاعتك طبعا الصورة واضحة احنا هناخد طبعا مساء عامل على الكلام ده. احنا دلوقتي بنتكلم بشكل عام ولكن ما دخلناش في تفاصيل. هنخش في التفاصيل ساعة لما نيجي نطبق السيستم الحقيقي بتاعنا. فما حدش ايه لقى دلوقتي لو انت شفت ان الموضوع كبير هو الموضوع بسيط. والخطوة دي يعني يا ريت ما حدش يعني يتغفل عنها او يكسل ان هو يعملها خطوة تحليل البرامج دي لانها مهمة جدا جدا. ويعني بتطلع الشغل بتاعك في الاخر نضيف وفي نفس الوقت بتديك مرونة ان انت بعد كده لما تحب تزود على النظام بتاعك بتبقى انت عارف كل حاجة مقسمة الى انزمة وانزمة فرعية فتقدر تزود بكل سهولة لو حبيت تعدل على النظام بتاعك هتقدر تعدل بكل سهولة لان احنا يعني المجال بتاعنا ده بيطلب فيه تعدلات كتيرة جدا سواء من العميل او منك انت شخصيا حبيت تطور في البرنامج بتاعك فلازم يبقى عندك مرونة ان انت تقدر تعدل وتزود وتشيل وتحط ولكن لو الموضوع مش بشكل عشوائي هتيجي بعد فترة عاوز تعدل او تزود مش انت نفسك اللي انت عامل البرنامج مش هتعلم هتلاقي الموضوع صعب بالنسبة لك ولكن اللي هيمشي بالطريقة دي او بالاسلوب ده هيقدر ان هو يبني سيستم قوي يعدل فيه يحزف منه يعمل فيه اللي هو عاوزه ينافس بيه بقية الانزمة وبقية البرامج اللي موجودة في السوق